حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبولي عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أمي بوجيد قالت قلت يا رسول الله والله أن المسكين لا يقف على بابي حتى أستحيي فلا أجد في بيت ما أرفع في يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفعي في يده ولو ظلثا محرقا حدثنا حجاج وأبو كامل قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني سعيد يعني المقبولية عن عبد الرحمن بن بوجيد أخي بني حريثة أنه حدثته جدته وهي امرأة بوجيد وكانت تزعم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه أثنى هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني سعيد يعني المقبولية عن عبد الرحمن بن بوجيد أخي بني حريثة أنه حدثته جدته وهي أم بوجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقالا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي له شيئا تعطيناه إياه إلا ظلثا محرقا فادفعيه إليه في يده حثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتينا في بني عمر بن عوف فأتخذ له ساويقة في قعبة لي فإذا جاء سقيتها إياه قالت قلت يا رسول الله إنه يأتني السائل فأتزهد له بعض ما عندي فقال ضاعي في يد المسكين ولو ظلثا محرقا حثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور ابن حيان الأسادي عن أبن بجد عن جدته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا السائل ولو بظلفشات محرق أو محترق حدثنا اشتركوا في القناة